السلام عليكم الفيديو ده هيكون توضيحات لحاجات بعض المتابعين القناة بيسألوا عنها هما موضوعين كده هنتكلم عنهم وفي الاخر في حاجة هقولك عليها فتأكد انك تبقى معي لحد الاخر اول حاجة الناس اللي متلغبطة في مسار القناة ومش عارف انا ماشي ازاي في القناة تاني حاجة هي بعض التعليقات اللي بتتكلم عن تأخيري في نزول الفيديوهات او ان الفيديوهات بتطول عبر ما تنزل خلينا ابدأ على طول يفضل شو الفيديو كامل عشان تستفيد بكل الكلام لكن هتلاقي برضو تأسيمة الفيديو بالموضوعين دول والحاجة اللي حطتها في الاخر لو عايز تروح على اي جزء على طول بسم الله اول حاجة هي مسار القناة لو اضحتوا في اكتر من فيديو بيكملوا بعض هتلاقيهم كلهم في بليليست اسمها فيديوهات لفهم مسار الاندرويد وكيفية التعلم هتلاقي فيها خمس فيديوهات كل فيديو تقريبا خمس دقايق فيها تقريبا الاجابة على كل الاسئلة اللي الناس بسألاني في التعليقات في فيديوهات الشرح ومع ذلك هوضح سريعا كده المصار برضو تاني لس بدون شرح كتير وبالتالي الفيديوهات بتاعت المصار اللي هي في البليليست دي لا تزال مهم ان انت تشوفها لازم تكون فاهم كويس جدا ان التطبيقات الاندرويد بتنقسم لجزء تصميم وجزء برمجة جزء تصميم الواجهات ده بنعمله بلغة اسمها xml ودي تم الانتهاء خالص من شرحها على القناة في حوالي 25 فيديو ووصلت معي لانك تنفذ تصميمات زي دي كده وانت فاهم كل حاجة فيها بتتعمل ازاي وتقدر تعمل اي تصميم يتطلب منك نيجي بقى لجزء البرمجة اللي المعظم اتلغبط فيه عشان ما شايفش فيديوهات المصار برمجة تطبيقات الاندرويد ينفع تعملها بلغة من اتنين اما الجافا او الكوتلين مين الاحسن فيهم لو عايز اجابة سريعة ومنطر اختار ما بين الاتنين يبقى هختار اللغة اللي جوجل مختراها ومخليها اللغة الاولى في تطوير تطبيقات الاندرويد وهي لغة كوتلين وتفاصيل بقى الموضوع ده هتلاقيها في فيديو في البليلست اسمه افضل مصار في تطوير تطبيقات الاندرويد كوتلين vs جابا وهتلاقي في الكلام عن اللغتين طيب يبقى انت كده محتاج تتعلم الكوتلين تيجي بقى هنا المشكلة لو انت اول مرة تدخل عالم البرمجة صعب جدا ان انت تبدأ تعلم البرمجة ومفاهيم البرمجة واساسياتها بلغة زي لغة كوتلين برضو هتلاقي تفاصيل الموضوع ده وليه بقى اول كده في نفس الفيديو فيبقى الحل ان انت لو اول مرة تدخل في عالم البرمجة يبقى تتعلم لاول لغة جافا تاخد منها اساسيات البرمجة وتبدأ فيها طريق البرمجة بشكل عام يعني تقدر بعد ما تعلم الجافا تستخدمها في أي حاجة تاني أو تبقى خدت منها الأساسيات لأي مجال بعد كده أو تستخدمها هي نفسها في تطوير تطبيقات الأندرويد لكن مش هي اللغة الأولى زي ما قلنا طيب اتعلمت الجافا بعدها بقى هيكون سهل جدا عليك تنقل لنك تتعلم الكتلن هتبقى نقلة بسيطة وسريعة لأن الكتلن زي ما تكون كده اختصار الجافا في مغزم الحاجات وتستخدم بقى الكتلن معايا في الكورس في تطوير تطبيقات الأندرويد طيب ده كده لو انت لسه بادئ برمجة خالص خدت الأساسيات كويس جدا من الجافا وبعدها نقلت نقلة سريعة كده على الكتلن عشان تستخدمها في تطوير التطبيقات لأنها زي ما قلنا هي اللغة الأولى في تطوير التطبيقات أما بقى لو انت متعلم أصلا لغة برمجة تانية واخد منها أساسيات البرمجة كلها أين كانت اللغة دي ايه لكن عندك أساسيات البرمجة ومفاهيم الأساسية ومتعلم الـ Object Oriented Programming كويس يبقى تقدر تدخل على طول تتعلم الكتلن وتستخدمها في برمجة تطبيقات الأندرويد إذا الأمور واضحة جدا ليك هو ده الأسلوب اللي أنا ماشي به في القناة والوضع الحالي بتاريخ الفيديو ده في نص شهر 9 2022 هو أنه بفضل الله خلصنا خلص جزء التصميم بتاع الـ XML وقطع نشوت كويس جدا في برمجة الأندرويد بالكتلن الكلام ده في بلاي لست عنوانها كورس الأندرويد كاملا فيها 54 فيديو ولسه هتكمل لحد ما تتعلم كل حاجة في الأندرويد وتبقى قادر تعمل أي تطبيق الطلب منك وهتلاقي تفاصيل ده برضو والمستوى اللي هتوصله في آخر الكورس موجودة في فيديوهات المصار برضو الناس بقى لمش هتدخل في الأندرويد على طول ولسه محتاجة تعلم الأساسيات فعندك بليلست اسمع كورس الجافا كاملا هتتعلن فيها كل أساسيات البرمجة بلغة جافا فيها حاليا 48 فيديو هتخلص على طول إن شاء الله وبعدها هيبقى فيه كورس للكتلن نلقل فيه بسهولة إن شاء الله من الجافا للكتلن عشان تبقى جاهز على طول تدخل على الأندرويد بالكتلن يبقى ده كده تاني هو مصار اللي أول مرة يتعلم برمجة وعايز يتعلم تطبيقات أندرويد رقم واحد هي لغة الجافا رقم اثنين لغة كتلن وممكن بالتوازن وانت بتعلم الجافا والكتلن تتعلم التصميم بالإكس إميل العادي مش مرتبط بيهم شبترتب عليهم يعني تقدر تمشي فيه وانت ماشي في الجافا والكتلن وآخر خطوة هي أنك تدخل بقى في برمجة الأندرويد بالكتلن فهتبقى داخل تبرمج التطبيقات التصميم بالإكس إميل والبرمجة باللغة كتلن أما اللي معها أساسيات بقى فهيمشي برضو في نفس المصار لكن يقدر يشيل خطوة إنه يتعلم الجافا وإن كان الأفضل برضو تتعلمها لأن كتير من التطبيقات الموجودة معمولة أصلا بلغة جافا قبل ما لغة كتلن تطلع وهتلاقي تفاصيل الموضوع ده برضو في فيديوهات المصار فكده كده في يوم الأيام تحتاجها وهي لازال برضو بتعمل بيها تطبيقات إضافة لأنها تسهل عليك كتير في فهم الكتلن طيب الموضوع الثاني اللي بعض الناس بتكلم عنه في التعليقات هو تأخير الفيديوهات فخلينا أقول إن بتاريخ النهاردة كده القناة بقالها تقريبا سنة ونص وفيها 107 فيديو ولها فيديوهات شرح أظن كمان الناس اللي متابع القناة كويس عارفة الفيديوهات عاملة إزاي إنها مش فيديوهات عشوائية أو إن أنا بشغل الفيديو أو الكلمتين وخلاص كل كلمة بتتقال في كل درس يا بفضل الله معمول حسابها عشان الشرح في النهاية يبقى سالس وسهل عليك موفيش معلومة تتقال أو تستخدم إن لما يكون شريحة أو مماهد ليها قبل كده وكل الكورس معمول بأسلوب فيه تسلسل وانتقال من موضوع للتاني بأسلوب معين مش بطريقة عشوائية والشغل تاني كتير والتفاصيل كتير في الكورس يعني ممكن فيما بعد أنا إن شاء للناس اللي عايزة تعمل كورسات بإذن الله فمع الوقت الكبير اللي الشرح بياخده والفيديوهات بتاخده أنا مش متفارغ للموضوع وده أكيد مفهوم وده توضيح للموضوع ده لأنه بدأ يتكرر في التعليقات شوية وأخيرا بقى الحاجة اللي كنت أولألك في الآخر هي أني أضفت في القناة ميزة الانتساب للقناة أو جوين تقدر تنضم القناة من خلال الزرورة المكتوبة على الانتساب ده أو جوين حسب اللغة عندك ولما تدوس عليه هتلاقي تفاصيل المميزات المتاحة للمنتسبين للقناة تقدر تنضم القناة وتحصل على الميزات دي وتدعم القناة بالانتساب تمام كده أشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته